اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة او ارض الله كما كانت تسمى ذات زمان افلح وكانت وزارة الخارجية السعودية قد اعلنت اجلاء نحو خمسة الاف انسان في مقام سعودي يؤكد توابطه التاريخية ويعزز ثقة المترددين ويحرج صخب من يحاول تنميط السعودية دهنيا فسياسيا مؤخرا تصل السفيرة السعودية امانة بعد ان استأملت على هؤلاء الاملين وعلى متنها الف وتسعمائة واثنان وتمانون شخصا من مختلف الجنسيات الاجنبية بعد ان خاضت عباب البحر الاحمر الذي قيل بان حمرته تعود الى شكل مكوناته الطبيعية لا الى لون الدم الهائج ومن متقلب الالم والخوف والترقب من ميناء بوت سودان الى انوار الطمأنينة على ضفاف قاعدة الملك فيصل الجوية في جدة حيث وفادة الضيف الكريمة وارواح المستقبلين التي تمديمناها تحية وتأمينا وتنفذ يسراها ان وطئتم ارضا دونها حياتكم الجديدة للإخبار يا احمد القرني ترجمة نانسي قنقر